العالم على أبواب مجاعة قادمة حيث يخيم الشبح نقص إمدادات القمح على أغلب دول العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بحسب ما جاء في تقريرا لصحيفة The Economist البريطانية فشل الوساطات الدولية للحرب دفع الأمم المتحدة للتحرك عبر طرح أمينها العام أنطونيو غوتيراش حلا لمشكلة عدم الأمن الغذائي وإعادة دمج المنتجات الأوكرانية والروسية والبلاروسية في الأسواق العالمية دون قيود لكن هذا الحل يتطلب حسن النية من جبيع البلاد المعنية شرط يبدو أنه غير موجود حتى الآن مع اتهام وزارة الخارجية الأمريكية لموسكو باستخدام الجوع أداة للحرب وحصار الموانئ الأوكرانية وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2417 والذي يدين تجويع المدنيين وهو ما قبلته روسيا بالرفض واتهامها الغرب بالتضليل وتأكيد أن أوكرانيا هي التي تواصل الاحتفاظ بالحبوب والسفن الأجنبية في موانئها أمام هذه الاتهامات المتبادلة يظهر بالفعل التأثير الكبير لتحكم روسيا بالغاز والممرات البحرية واعتماد العديد من الدول على القمح الأوكراني والروسي وخصوصا في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث القاسم الأكبر انشغال هذه الدول بالحروب المصدرات إليها والهيمنة الدولية عليها فضلا عن الفساد السياسي والعسكري المحلي المستشري فيها أما عن الحلول وبحسب الصحيفة The Economist البريطانية يظهر أن هذه الدول ومنها العراق مثلا ليس لديها أي خطط لتفادي أزمة الغذاء العالمية مع ارتفاع أساعد القمح بنسبة 59% في أيار الحالي بعد أن قالت الهند إنها ستعلق صادراتها بسبب موجة الحر والجفاف أما على المستوى الأوروبي لم يبقى لدول الاتحاد إلا اللجوء إلى الخطة الألمانية لتشكيل التحالف للأمن الغذائي العالمي وفق عليه وزراء التنمية في دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ما يعني تكريس عدم العدالة في توزيع الغذاء وترك أناس يتعرضون للموت جوعا بسبب أحلام دول أخرى بالتوسع